بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قرار امتحانات من البيت ان الامتحانات ما تكونش من المدرسة وتكون من البيت وكمان الغاء دمج الترمين بالنسبة للشهادة الاعدادية كتير من اولياء الامور بعد موزير التربية والتعليم انتهى من المؤتمر امس طلبوه ان هو يلغي موضوع امتحانات الترمين او دمج الترمين بالنسبة للشهادة الاعدادية وكمان طلاب كتير من اول او تانية سنوي نفسهم ان الامتحانات تكون من البيت مش من المدرسة عشان هما مش مستعدين ان هما يمتحنوا من المدرسة لدرجة انه فيه طلاب فقولة وتانية سنوي ما فتحوش اي حاجة لحد الان كلام ده كله وصل لوزير التربية والتعليم وكان رد وزير التربية والتعليم في منتهى الاهمية الحقيقة لاني الموضوع قالك انه هو هيتجزأ طيب هنفهم يعني ايه تجزأ ولكن تابع معايا بس الفيديو للنهاية علشان نعرف تفاصيل الخبر تعال نشوف مع بعض قال ايه وزير التربية والتعليم على قرار امتحانات من البيت وانه هو يلغي موضوع دمج الترمين للشهادة الاعدادية ولكن في البداية ما تساش تعمل لايك وتأكد انك مشترك في القناة وانفعل زر الجرس وانتابع معنا كل القرارات اللي هتمزل جديدة واي تعدلات من وزير التربية والتعليم والجداول ونمازج الامتحانات رد الدكتور طهرق شاوي وزير التربية والتعليم على مطالب بعض الاهالي اللي بيطلبوا بإلغاء ضم الترمين للشهادة الاعدادية وبيطلبوا بامتحانات منزلية لأولة وتانية سنة لاني زي ما احنا عارفين طلاب تلت اعدادي المنهج عندهم كبير وطويل فالطالب هيبقى صعب انه هيستوعب الترمي الاول والتاني ويتسئل على كامل المنهج عشان كده وزير التربية والتعليم قال في مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي قال ان امتحان الطالب في البيت ده مش هو اللي هيمتحنه بنفسه يعني لما الطالب بيقعد في البيت ويمتحن اونلاين مش هو اللي بيمتحن بيبقى مجموعة من الطلاب مع بعض او ممكن يبقى أولياء الامور هم اللي يمتحنوا مكان الطالب فالموضوع ده مش مجدي اما بالنسبة لتلت اعدادي قالك في امتحان الشهادة العامة بينزل اعداد كبيرة من الطلاب في وقت واحد وده اللي احنا بنحاول تقليله وقال بنحاول تقليل عدد الطلاب في وقت واحد وهنعلم بعد ايام خلي بالكم الجزئية ديات في منتهى الاهمية قال هنعلم بعد ايام نسبة الاجزاء اللي هيسأل عنها الطلاب من الترم الاول ونسبة الاجزاء من الترم التاني بمعنى ان طلاب تلت اعدادي المفروض ان هو هيتسئل عن الترم الاول والترم التاني كامل لأ لك في اجزاء هي اللي هيمتحن فيها الطالب وهنعلم على الاجزاء ديات سواء ترم اول او ترم تاني يعني معنى كلامه ان مش كامل المنحك في اجزاء معينة هي اللي هيختصها اللي هيمتحن فيها الطالب وده هنتابعوا ان شاء الله في التصريح القادم لوزير التربية والتعليم عشان كده لو لسه ما اشتركتش في القناة اتأكد انك مشترك وانفعل زر الجارة عشان تتابع معانا كل جديد وبالنسبة للي بيسألوا على مصدر الخبر هو من جريدة الدستور حاسبلكو رابط الخبر في اول تعليم